موسيقى ومن استعمال مستحضرات التجميل التي تحتوي على مادة الهيدروكينون ونسبة مرتفعة من الزئب قسام والتي تباع خارج الصيدليات ودون وصفة طبية وتستعمل عادة لتفتيح البشرة موسيقى وللأحداث المغربية الأنصة تكشف علف الدواجين سبب تعفن الأضاحي كشف رئيس قسم رقبة المنتوجات الغذائية بالأنصة التابع لوزارة الفلاح عن أهمية نتائج تجربة يعادة تعليف ودبح بعض الخرفان والتي أثبتت أن 70% من التعفن كان نتيجة تغذية الخرفان بمخلفات الدواجين وأن 20% كان بسبب تنولها مختلفة فالأدوية المشارئة لها بالاستعمال و10% من أسباب مختلفة موسيقى وإلى يومية أخبار اليوم الدولة تستنجد بالأمن الخاص لحماية القطارات وجه كتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيبولي في انتقادات حادة من الفرق البرلمانية بشأن الاتداءات التي تستهدف المسافرين على مدن القطارات ورشقهم بالحجارة والتي لا تقل عن خطورة عن حواليط طرق السيارة موسيقى ونختم من الاتحاد الاشتراكي ارتفاع أسعار النفط كلف المغرب فاتورة طاقية نهزت 39 مليار درهم والتفاصيل ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب خلال النصف الأول من العام الجاري بأزياد من 15% حيث كلف المواد الطاقية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزياد من 38 مليار درهم وضع 35 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي جولتنا الصحفي انتهت شكرنا لحسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى